تقريباً كده كل العيالة تولدت ونزلت صواتت إلا شرين نزلت بتغني وصوتها حلو من يوم ما طلعت وهي عندها حنجرة هيلة وقوية وممتعة وليها نغمة مميزة ورغم إن شرين ما كانتش نجمة بالصدفة ولكن بعمل وشغل ومجهود ونجاحات كتير إلا إنها مش عارفة قيمة ده بدايات شرين كان فيها حكاية كتير وقصص متعبة أنا قيل وليلي تعالوا نشوف مع بعض يمكن فنانين كتير ما قدروش يقدروا موهبتهم ووقعوا في فخة تصريحات اللي مش محسوبة وده خلاهم يهدوا كل اللي بنوا فنياً وأثر عليهم بشكل كبير والوسط الفني مليان حكايات كتير وده مش من نجوم دلوقتي بس لكن من زمان موجود ولو قلبنا في الدفاتر القديمة بنلاقي قصص غريبة الفنانين حبناهم الفنانة شرين عبدالوهاب صوتها عظيم ومن أهم المواهب المصرية وكل أغنية لها بتكون حلوة من غير مجهود لكن قصود ده طول الوقت بيكون حواليها هالة من المشاكل وتقريباً كده شرين مع الأيام نسيت إن رحلة النجاح اللي عملتها دي حفرت بالصخ علشان توصلها وما كانتش سهلة يعني شرين عبدالوهاب تولدت في حي القلع يوم 8 أكتوبر سنة 1981 اسمها بالكامل شرين سيد محمد عبدالوهاب قصتها بدأت بدري ومن أيام ما كانت في المدرسة اكتشفها المدرس بتاعها وخلى والدتها توديها للمايسترو سليم سحاب وعجبوا صوتها وانضمت لقرال دوار الأوبرا ظهرت شرين وهي صغيرة جداً وبتغني كان صوتها حلو وقوي زي ما هو دلوقتي وبردو كانت بتغني بكل مشاعرها وإحساس عالي زي عادتها الظهر إن شرين عندها فرط في المشاعر للدرجة اللي بتعمل لها مشاكل أول أغنية لشرين عبدالوهاب كانت مع الفنان محمد محير واسمها بحبك كانت سنة 2000 ولكن بداية مشوارها الفني فعلاً سنة 2002 بأغنية آياليل تخيلوا إن شرين من أول أغنية وهي مشهورة؟ تي حاجة ما بتحصلش كتير والأغنية دي كانت من ألبوم في ماكس 3 مع الشاب الصاعد وقتها تامر حسني وباقوا 20 مليون نسخة من الألبوم ده بعدها دخلت التمثيل ولعبت دور مع أحمد حلمي فيلم ميدو مشاكل وانطلقت بقى في مسيرتها الفنية اللي كلنا عارفينها شرين لها فيديو قديم لما كانت لسه في بدايتها وهي بتغني وتم تقدمها في الحفلة باسم سمراء الجمل وده على اسم الموسيقار اللي كانت بتشتغل معاه وكان اسمه أحمد الجمل وده كان في حفلة خطوبة ظهرت شرين وهي بتغني أغنية النجمة فايزة أحمد تهجرني بحكاية وكانت منسجمة كعادتها والعريس والعروسة بيلبسوا بعض الضبل دارت الأيام وشرين تبرت ولكن ما قدرتش رحلتها المميزة كفنانة وإنها واحدة من أهم أصوات مصر اتجاوزت مرتين وانفصلت وبعدها اتجاوزت تالت مرة من الفنان حسان حبيب حصلت المشاكل الكتير اللي كلنا بقينا بنشوفها وإحنا مستغربين وبعدها دخلت مصحة تتعالج وخرجت رجعت لحسان من تاني وظهرت بتشرب سجاير وبتعمل تصرفات مش مناسبة لحجم نجوميتها وإحنا في النهاية بنقول لشرين إحنا بنحبك قوي وخليكي عارفة إنك شرين عبد الوهاب ترجمة نانسي قنقر